السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة الاقتراح اليوم تاجين بالبطاطا وماطيشة والبيض بطريقة سهلة ومبساطة كي يأتي الديد بزاف ومعلك اقتصادي وكيتحضر بسرعة وحتى المكونات ديالوسيطة وموجودة في كل المطبخ كنقدموه كوجبة خفيفة ولديدة بتشبعوش منو تبعو معي الفيديو بشوف المقادر وطريقة التحضير فرجة ممتعة اختيز هنا بطاطات كبار قطع ثوم طريفة مربعين قطعين قطع صغيرة بصلة قطعتها قطع صغيرة قطع ثوم في العطرية ملحة قطع مكونابة مرقى منصف مرقى مرقة مرقى قطع كامون ونصف قطع طاجين لديدة قطع قطع نقل بطاطا نحاول نقل بطاطا قليلاً في الزيت نقل بطاطا قليلاً نقل بطاطا قليلاً نقل بطاطا قليلاً تبني الوسط طيب نشاول نتension قمت بسلع قمت بسلع قمت بسلع قمت بسلع قمت بسلع قمت بسلع تجيل جيدة بالزر تضرب بسرعة نضيف المطاشرة نضيف المطاشرة نضيف المطاشرة نضيف المطاشرة نحرك المطاشرة انجلات ريا اشتركوا في القناة 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 يجب هذا الشكل يجب ان تفعله البط تشاهدوا الطاجن اليوم هو هذا يجب على المعلك و يجب على المكونات بسيطة و يوجد المكونات بسرعة و يوجد بسرعة كانت مننا تجربوا هذا الوصفة أنا متأكدة أنها ستعجبكم و لا تبخلوش عليا بتعليقاتكم الزوينة اللي كتحفزني باش نستمر معاكم في هاد القناة كانت مننا تبارتاجوا الفيديو مع الاصدقاء دياركم واللي ما زال ما شاركش في القناة يتشارك و يفعل الجرس باش توصلوا بجديد كل الوصفات الى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله كيف ديما سهلة في تحضير مكونات بسيطة و موجودة في كل البيت مكونات بسيطة تحضير مكونات بسيطة و موجودة في تحضير مجلس تحضير مدنت يمكن أن تحضير مدنت